قناة إبراهيم أبو جابر رحلة تيفي انطفأ أحد قنادي للدعوة إلى الإسلام والدفاع عنه والمواجهات الشرسة ضد محاربي وأعداء إحكامي في أوروبا توفيت أمس الداعية المسلمة السويسرية من أصل ألماني نورا إيلي التي تعرفنا عليه قبل سنوات وهي تدافع عن حجاب المرأة المسلمة في أوروبا وتواجه قرارات منع النقاب نورا رحمه الله وأسكن الفردوس توفيت عن عمر يناهز 36 سنة بعد صراع طويل مع المرض لم يثنها منذ أعلنت إسلامها في سن 8 ترش سنة على أن تحصل على الدكتورة في علم الأديان من أرقى الجامعة سويسرا وأن تتحول إلى دعية إسلامية أسلمت على يديها عشرات النساء من بلدها وفي ألمانيا والنمسا بل وأن تحرص على إقامة مراكز لإيواء المسلمات اللواتي ترفضهن أسرهن بعد إسلامهن أو تطبيقهن لإحكام الإسلام بالنسبة لبعض المسلمات اللواتي أصلهن مسلمات من دول البلقان كما كانت رحمه الله رئيسة قسم النساء في مجلس الشورى الإسلامي السويسري نورا رحمه الله كثيرا ما تردد في محاضراتها وندواتها في أوروبا كلمة شهيرة تقول فيها عن الإسلام دين الإسلام حصن المرأة وثمنها بالحجاب كما قالت في أحد البرامج الحوارية على التلفزيون الألماني قبل أن ألبس النقاب كان الشباب يعاملونني كسلعة ولم يجذبهم إلي سوى جسدي أما بعدما لبسوا النقاب أصبحوا يعاملونني كمرأة ونورا هي ابنة الطبيب السويسري الشهير إيلي ذو الأصول الألمانية فرحمه الله وأسكن الفردوس وإن لله وإن إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا وعودنا خيرا منها